السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتنا يا غاليات أتمنى أن تكون بأفضل حال وأحسن طبعا أنا أعرف كثير من الأخوات في الغربة هنا سوى في أمريكا أو في دول أخرى وتجد صعوبة في تعلم اللغة يعني حتى أنها هنا صالها طويلة باع كما يقال سنوات عشر سنوات خمسة عشر سنة سبعة عشر ثلاثين سنة وتجدينها لا تتقن من اللغة شيء لماذا يا أخت العرب يا أخت اللغة لما لم تتعلم اللغة فتقول لك أنا لست مهتمة أو صعبة أو لا أريد الإنسان أولا أنت في دولة أجنبية أنت بحاجة إلى أن تتعلم هذه اللغة لتدافع عن نفسك لتعرف كيف تتكلمي إذا وقعت في مشكلة إذا لا تحتاج لأحد أحيان قد تحتاج لأحد يترجم لك كيف يترجم لك خطأ أو تقع في مشاكل وأغلبنا في بلاد الغربية يعرف هذا الشيء يعرف كيف أننا عندما دخلنا في البداية واضطرنا للدخول كان الأمر صعب جدا بالنسبة لنا كيف نتعلم كيف نتصرف كيف نستطيع أن ندير أمور حياتنا المهم هناك من كانت قوية وقررت أن تتعلم أن تدرس دون أن تؤثر على أبنائها لأن بعضا خلاص درست وتعلمت حتى في البيت صارت تتكلم بهذه اللغة وضاعت اللغة الأم عند الأبناء لا ففي البيت ممنوع الكلام إلا باللغة العربية إلا بلغتنا الأم وخارج البيت نعم لا بس طيب كيف أتعلم كيف كذا بإذن الله سأجعل لكنا مقطعا خاص كيف تتعلمنا اللغة دون أن تضطر إلى الذهاب إلى أي مكان لأننا الحمد لله في نعمة عظيمة ونحن في بيوتنا أستطيع أن أتعلم كل لغات العالم بل أدرس وأتخرج من الثانوية أو من الجامعة وأحصل على وظيفة إذا كنت محتاجة لها طبعا رغم أني أرى أن وظيفة البيت والأبناء هذه أعظم وظيفة لكن كل هذا من المنزل بإذن الله لا لي أتفرغ وأكتب لكم سلسلة أو أرشدكم إلى الأشياء التي تستطيع أن تتعلم منها اللغة بسهولة خلال ستة أشهر سبعة أشهر إذا التزمت بها لن تكون اللغة عائقا عندك وإذا كنت ممن ينشغل لديه مثلا خمسة ستة سبعة أبناء والبيت كبير ولديك مسؤوليات كثيرة ستأخذين السنة والنصف والسنتان ثم تتعلميها وتكون سهلة لما أقول هذا الكلام لأن هذه المرأة التي من غزة طبعا ناصر تقول غزة أو فلسطين ويصر حضر على فوديوهاتي لكن لا بأس كله في سبيل الله هذه المرأة العظيمة المرأة الكبيرة في السن التي ما رأيتم رأة هنا في الغربة كبيرة في السن نادرا نادرا أن أجدها تتقنوا اللغة وهذه تتكلم باللغة الإنجليزية بكلمات جميلة وترحبوا ظنت أن الصحفيين ظنتهم أجانب لعلها رأت المرأة بشعرها أو لأنه نساء غزة كله هنا متحجبات فرأت المرأة ورأت الصحفي فقالت لهم تعالوا إلى بيتين أنا بيتي مقصوف لكن تعالوا إلى خيمتنا سأضعكم على عيني وعلى رأسي كل هذا باللغة الإنجليزية هل سافرت؟ هل درست في دول أوروبا؟ هل سافرت إلى أمريكا؟ لا ما سافرت ولا درست تعلمت لما؟ لأن العلم أن أخذ كتاب وأحفظ الحروف وأحفظ كلمات ثم أتدرب عليها ثم أسمعها ثم أقرأ يوميا 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 وسأتقنها أي شيء والله أن هذه الحجة أن هذه الجدة حفظها الله تتكلم كلاما جميلا اسمعنا ماذا قالت عندما رأيتكم قلبي مفتح يعني اللهم بارك لا شيء يمنعك عن العلم لا كبر لا صعوبة لا لغة دام أنك حقا تريدين أن تكون إنسانا متقفة خاصة اللغة الإنجليزية أصبحت لغة عالمية رغم أنني أفضل دائما الكلام باللغة العربية أفضل تعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية لما هي يعني فيها من الجمال والجلال والروعة والبهاء ما ليس موجودا في أي لغة واللغة الإنجليزية من أسهل وأتفه اللغات حقيقة يعني قواعدها ومصطلحاتها وكلامها لدرجة أنهم يستخدمون الكلمة الواحدة في عشرين مصطلح في عشرين موقف تستخدم نفس الكلمة أعطني كل كلمة عربية تستخدمها في نفس الموقف لا بد أن تتغير فتحة ضم كسرة تغير المعنى الميزان الصرفي النحو الصرفي البلاغة كلها فيها شيء يأسرك حتى عندما نترجم آيات من القرآن نجد صعوبة في إيصال هذا المعنى الجوهرين الموجود في اللغة العربية الذي أريد أن أقوله في هذا المقطع أنه لا شيء يحول بينك وبين تعلم لغة بسيطة لغة سهلة كل ما تحتاجه هو أن يكون عندك همة وعزيمة واستمرار فقط ثلاث أشياء همة أنني لا أنا سأتعلمها أنا أريدها وعزيمة سأواصل عليها ولا بد أن أصل إلى هذا المستوى واستمرار أن لا تنقطعي أنه لا والله صال لشهرين ثلاثة أتعلم اللغة ولم أتقنها خلاص سأتركها لا لا بد أن تستمر إلى متى إلى أن تتقنيها ولعلي بإذن الله نبدأ سلسلة بسيطة هي من ضمن الأشياء التي أحب أن أبدأها هي سلسلة كيف نتعلم اللغة من الصفر ولعل الله أن ييسر وأن يعين وأن يبارك في الوقت فتكون دروسا خفيفة ميسرة حتى أسبوعية أو مرة في الأسبوع تكون سهلة عليكم ومرعا لتتعلمنا على الأقل الأساسيات والأشياء التي تكسر الحاجز الذي بينك وبين أي لغة حفظك إن الله ورعاكم وجعلني وإياكم ممن لم يوقفه شيء عن طلب العلم وأن يحتسب الأجر في كل شيء يتعلمه خاصة أمن كان لها أبناء يتكلمون هذه اللغة فجدير بك وحري بك أن تتعلميها لماذا؟ لأن أبنائك قد يقولون قد يسمعون قد يشاهدون أشياء تضرهم في دينهم ودنياهم وأنت لأنك مسكينة لا تعلمين هذه اللغة ولا تعرفينها فالمية كما تقال تجي من تحت قدمك وكثير من الأمهات تقول أبنائي إذا أرادوا أن يتكلموا دون أن أفهمهم يتكلمون باللغة الإنجليزية وأنا لا أفهم فأقول لها ما الذي يمنعك من التعلم؟ تقول لا وقت ولا فراغ ولا أستطيع فأعلم أنها بداخلها هي التي تبني الأعذار وتبني أحجاراً وصعوبات وتجعل الأمر صعب وهي بحاجة حقيقة ماسة إلى أن تتعلم هذه اللغة لتفهم أبنائها ولتوصل لهم أحياناً معلومة لا يستطيعون أن يفهموها أو أن يستوعبوها وتعرفوا كيف تنقذهم في الوقت المناسب فاستعيني بالله ولا تعجزي ولتكن هذه الأمة الغزاوية قدوة لكي وحافزة لكي لتتعلم تحت الحصار تحت التجويع لا مياه لا كهرباء لا شيء ومع ذلك تعلمت وأتقنت وأكسنت مضبوط ما شاء الله وهي في أصعب الظروف وانظر إلى ظروفك وقل ما الذي يمنعني يا ترى حفظكم الله يا غاليات وأسعدكم وجعلني وإياكن من الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته